دكتور خالد يعني داوي الهمم الحقيقة دولة تمان اعتنت بيهم جداً سيد رئيس حتى بنفسه يعني بيقول انه من اجمل ايام لما بيعمل الاحتفال ويكون الاطفال كلهم حواليك فانا عارفة كمان انه بقى فيه تفاعل حلوة جداً ما بين داوي الهمم وبين دولتهم شايف المشاركة بتاعتهم هتبقى عاملة ازاي في الانتخابات؟ الحقيقة المشاركة ان شاء الله ستبقى من قطعة النظير وعداد كبيرة جداً من الاشخاص ذوي الاعاقة خاصة ان فيه جهود بيقوم بيها المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة مع الهيئة الوطنية الانتخابات ممكن بدأت حتى فيه انتخابات المصريين في الخارج اللي انتهت منذ ايام قليلة كان فيه استمارات بطريقة برايل كان فيه استعدادات احنا اختبرنا هذه الاستمارات للمناسبة وانا شخصياً كنت ضمن اللجنة اللي اختبرت هذه الاستمارة ايضاً في الانتخابات اللي حيتم اجراءها او في هذا العرص الديمقراطي اللي حيبدأ بعد 48 ساعة تقريباً برضو حيكون فيه استمارات لابداء الرأي مثلاً بطريقة برايل لفتات بلغة الاشارة لذوي الاعاقة السمعية بتحثهم على كيفية الادلاء بالصوت تشرح لهم خطوات الادلاء بالعملية الانتخابية بشكل مفصل بطريقة بلغة الاشارة معروف الاجراءات اللي حتم جوه اللجنة بالنسبة للشخص لما يتوجه للاجنة حيتعامل زي فيه كراسة متحركة لذوي الاعاقة الحركية فيه تيسيرات بتقدم للأخص اللي حيقدروا يطلعوا الادلاء العليا إذا كانت اللجان موجودة في ادلاء العليا وما إلى ذلك من اجراءات ميسرة للأشخاص ذوي الاعاقة بشكل عام أعتقد أن كل ده بيساعدهم أو بيشجعهم على التوجه لمقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم إن شاء الله طيب بما أن حضرتك كمان المتحدث الرسمي وبتتابع وعلى تواصل على طول مع عدد كبير منهم أحساسهم بإيه أن هم المشاركة هذا العام وفي هذه الأوضاع طبعا معروف أن البلد حاليا بتمر بأوضاع صعبة جدا وكلنا أكيد متابعينها ومقدرينها كمواطنين مصرين وبالتالي ده بيحفز المواطن أكثر على أنه يثبت أنه هو يعني مع الدولة أنه يثبت أنه هو لا بنتحدى كل هذه الصعاب وكل هذه التحديات اللي بتقابلنا أو العقبات اللي بتقابلنا عشان خط النسبة أن كلنا كمصريين إيد واحدة بغض النظر عن انتماءاتنا السياسية بغض النظر عن فئتنا بقى ذوي عاقة مرأة طفل مسلمين مسيحيين أي أن كانت الفئة اللي أنا بمثلها لا أنا هنا بتكلم في كلنا واحد كلنا مع الدولة المصرية كلنا مع الوطن بالضبط كده كلنا مع مصر